اعجوا تسمعوا بنت 22 عام اشنو دارت قيصة يا البنات جابت لي اتمام مغا نقول لكم حتاشي حاجة من غير تنطوليها اردو لي الخبار سلام الغزالات اميراتي الفنات اللي منوري لي الحياة نتمنى تكونوا بخير مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهر زاد اليوم ان شاء الله غادي يكونوا معنا جوشة القيصة ويقدر يكون معنا جديد للواحد القيصة المهمة الغزالات مغنزيش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة في القيصة اللولة دينا معكم سيهام واليوم جيت نعود لكم حكايتي ومجرى فيها وغادي مداريكم القيصة دينا من اللولة دينا انا دادي تكبرت في واحد الاسرة لمتوسطة الحال الاب والام دينا بتشبههم موضافين غير هو امامتي كيف قدرت تكحدها 12 عام كانت خضرت الاستقالة دينا وقلتها في الدار بحكم ان في ذلك الوقت الامور المادية دينا كانت حسنات وقالت تقلز تقابل وريداتها وترتاح ميت شوية ما يكبرنا في شيء شيء ما نقصنا اللي كنحل عليها فمناكت جيه التلعيدنا والدينا كانوا بغن مننا حاجة وحده هي اننا نقراه وندخلص وقراسنا انا البنات من صغريكت واحد البنت اللي ضريفة بالصاف وكنت زوينة بلاقيات واكتر حاجة كانت زوينة فيها هي عبيناتي عبيناتي ما غنقوشيكم كانوا خضرين ولا زرقين كانوا في المارو فونسي ولكن كبار ومشفرين مهم حروفي كانوا كحلين وكانوا كيجدبوا سافي بديز غادية وكان كبار حتى وسط السين دي المراهقة وثمرا نكم هار في البنت كيبدوا عند العلاقات تهدر مع هادا وتهدر مع هادا حتى النهار اللي غنتعرف على واحد الشاب كان عايش في برق ماشي في المغرب المهم تعرفت عليه غير بالصدفة كنت خرجها مع أصحاباتي وكانت سبعني خضر رقم دال التلفون تيالي انا في اللول ما تسوقتش ولكن نهار على نهار علاقتنا بدأت كتطور حتى السيد يطلب مني الزواج ولا يقول لي كان بغيك وكان حماق عليك وكان فعلا تستعلى التربري كانت مشاهله تخيلوا على البنات كان خيطة بطل المغرب كي جعلوا وديه دائما يهدر معي كيقول لي في المشيتي ومني جيتي ما جيت فين دور حتى القراسي حتى أنا بديت كان بغيه و بديت كان رتح ليه وشديد معي في هذا الوقت سيد كل مرة كيفتحني في الموضوع ذي الزواج أنا اللي كان رفض وكنقول له الله حيث كان عارف والدية مزيان كانت حسن لها ديك ساها مازال صغيرة ووالدية عارفة هم ما غايب غيوش المهم هي هاتيك بقيت أنا وياه والسيد شاد لي الخاتر وبقعت حلقتنا هكاك في القراية كنت دير المستحيل حيث كنت عارفة إلا مشيت حتى سقطت ولا جبتش نقطة مهياش والدية غايشكو وغايبدا يبحثون من مرايا ما أنا فخير لا بديلي يدروي شو حنين وما يخصك معي حتى شي خير بالحق يمشي يستقل الخبار انك يكديري هكا ولا هكا ولا عندك علاقة مع شي واحد يدفنك حية ما فيهاش هذك الشعلهاش أنا كنت 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 كن دير جميع الوسائل بشوالدية عمرهم باستقرية الخبار وفي الوقت اللي تعرفت على هاتي السيد وبتيس كان بغيه كنت كنت تعليل حلقات الخراين كاملين ودخلت سوق راسي ديال بالصح يعني صافي ما بقى كيبالي في الدنيا حتى شي واحد من غيره هو المهم البنات غنبقى وجارين حتى ناخد الباق ديالي ومن مراها غنضي لها فاك فاديك لو بقيت السيد غاديجي وغيقولي أنا ميمكن لي ياشنسنك حتى تتخذي الإجازة ابنت النهات أنا بغيك للزواج اليوم قبل من غدا وإلا بغيتي قاه يمكن لك أنك تمشي معي البرة وتكملي قريتك هنت يخذتي الباق المهم السيد كان بغي تزوج بي في أسرع لأنني أنا كنت حابسة لي الموضو نعذر معه وانتحك بالحق بشي قرب لي ولي حديني كانش حاجة لي ممنوعة وكان قول له ما يمكنش ومستحيل انهار للطيعة لي العقد هذيك الساعة دير اللي بغيتي المهم السيد بقى كيقولي يا شوفي انتي ماشي السوقك أنا نصفت والدية ما نصفت والدية شفت حتى عيد وبحكم أن هاد الشي ولك يجبدينا المشاكل ولكي يقولي انتي كنت تتحكي لي وأنا كنت كان بغيه وكنت خايفة أن تفارق معاكم درته فيد الله وقلت يجيب وليديه وشوف ديك ساعة ردة الفعل دي الولدية كيفاش دايرة حتى ربم النهار اللي عقلتوا كيقولي أنا بغتك بنتي تقراي ماما كتقولي الزواج ما تزربيش على راسك مشوية عليك يعني دي ما كنت كنت نسمعها تشو عارفة أنا والدية ما غايقبلوش المهم جاء ووالدي عندنا التار وكبرو بيت كبير دي نفس وكان جابعهم حتى الولد المهم دخلو دارنا استقبلوهم كانوا عارفوني أنا حيث كانت أنا وكانت خطي ديك الساعة عند 14 عام يعني الباقي صغرة الى الزواج كان دوا معهم الولد وقالوا من البنت اجبعتني وبغيتها الحلال برنقذ وقال لي البنت مسلا كتقرا قال لي أنا ما عنديش المشكل بغت تكمل قريتها هنا هو هداك ما بغتش كمل تكمل هالهي أنا ما عنديش المشكل بجميع الحالات أنا نوقف معها وانا دي اللازع ما اللي بغت ما دي اللي بغت نقذ ببا وقال ليها قال ليه شوفا والدي أنا ما نقول لك حتى شي حاجة نشاوروا مع البنت ونقول سوا بعضياتنا ونرد عليك باش مما كان المهم الناس مشاوا من بعد ما عطيناهم سوابهم وإحنا قلصنا بصوا مني سؤال واحد وقال ليه بلا ما نبقاوا أنا وياك ندخلوا ونخرجوا في الهدرة اللي والد كتعرفيه شفت فيه يلا بغت نكذب قال ليه شوفي من خلال الهدرة ديالو بينا انك انت يا ويا متافقين إلا كنتوا متافقين بلا ما تردين يدري صغير قلت له بابا نكذب شعليك أنا الولد كان عارفه قل ليه شوفي بيه قلت له قل ليه اها وقرأتك قلت له شوفا بابا أنا دبفل السنة الثانية ما غايجي السياد ونطيحه العقاد وتأمر تيصر حتى اللاخر يلهم وما غايط لعولي الوراق حتى اللهم الاخره يعني لك عارفت شكي ياخد مدة وانا رحت تنفقت معه وخنطيح مع العقاد ونضيروا العرص وكل شيء أنا ما غايجي سنسكن مع هادارو ما غايجي ساكنه هنا حتى اللي تلعو لي الوراقات ونمشي في حالاتي وفعلا هاد الهضرة هو اللي كان قلها ليه بس زي ما تبتني وقال ليه غايجي نجيل داركم يعني في 71% وال80% انا غايجي ناخد الاجازة ديالي حد غايجي نمشي وتماره هو ما عندوش مشكل انا قل لي نوقف معاك نقرر كل اللغة يعني كان باغي يوقف معايا في كل شيء صافية هاتي كالبنات فش قلت ليه باهد الهضرة فش قلت الباهد الهضرة كان عرف انني انا والولد طابخين كل شيء وعرف انني هو قدرت وغير خضراء فقط عم ما عجبوش لحال طبعا وكانت تقلق وما ما ظهرت فيها ولكن في التالي قالوا ليه قل نجي بي الولد نهضره معاه فعلا كان جال الولد قل صوبة وقل لي وشوف قادي نقول لك هادرات الرجال قل الكلمات الغزمن فموك هي اللي كينا غدا ولو بعد غدا نتقوش ليه طاب ثلاث حرقات مرحبا اشنو حب الخاطر قالوا البنيتة كيف ما عرف راها كانت تقرأ قل ليه قل ليه دابة الى مثلا تي سنة الامور راها غادي تكمل قنايتها في دار باباها ما تقول ليه احقام احقا تبشي لدارنا قل لينا اصلا ما معوش نضيها لدارنا بحكم انه كين بابا واباها راها كانت عينه زيغة يعني مش شي واحد يتقيقل وهاتشي وحنا هاتشي لاحظنا نهارة الخطبة وكان رخوت وواحد مزوج بمرته وواحد مزوج وواحد كينة واحد مرتلوزهم اخرى يعني الدار عندهم عامره بابا الله اني قال لي اناره مرتين ما انديها مواروغة تبقى هنا حتى ان يطلعوا لها الوريقات ونجيبها عندي سيد كان كيبغيني مش دك العيبة الاحقائي مش ديني شفاف دارهم ودك العيبات المهم بفجدوا محاف حلاكة وصولوا على اختمته القسي يتم مخدم بزيان كيباله انه امتقي الله دري محترم صراحه ما فيه ما يتعب كان الله يهمرها دار المرة الجاية فجي ندروا العقد وشوفوا ديك الساعة وش نصبقه الحارس ونوخره مهم نهضروا التليفون بيناتنا سيد قال ليه مرحبه وفعلا كان مشى ابا كان يؤجل كان بغيه على طلقة الدمه كان بيمنى اخذ هذه الايجازة سافي انا تمدر جاهدي وكتر ما بغيتش نهائيا اني نزيد انه نسقط شي عام سافي كندر جاهدي وكتر في القراية بدي سيد من مورا ما اخطبني من دارنا ولا كيزيدي حكم فيها فين غادا مني نجايا احقا ديلي ابل فيديو شوفكم احمد كاينا مهم انا ما كانش عندي المشكيل في هاد الشي وكنت عيشة معه باخر وعلى خير كنت فرحانة بالساف وكنبغي واحد الحب اللي منقدرش نهائيا نوصوليكم سافي بقينا جارين سيد كان بقاسم مات قريبا واحد لخم شهور وكنسل كنا طيحنا لا قادرنا خطوبة كبيرة بحكم ان الابديلي كان خايف انني مثلا ندر معه شي علاقه ونصدق حامله او شي حاجه المهم كان دال الاشهار دياله ودار ذاك الشي اللي لي وقال الى الامور تسرات وبدأت غاديم زيان ووجدو لك الوريقات في حد الوقت مناسب رغى دير لي الارث ديالي ووصفتني ما كانش رغى ديمشي هكا كاينا في حال درنا ذاك الخطوبة منها خطوبة منها عرث منها كل شي وكندرت مقافة ودرت شجل بيسات وحنيت يعني درت احداك شي اللي يديرون الناس طافي من مراهة سيد كنت متافقه انه هوا ميدخول شبي ونقرب ونمشي وواخروا لوريقات ونمشي هندون مهم شي ديال الساعة مهم الامور كاملة دا السباخر كل شي ضمي كبير اللي كبر بي فالفيدريب استاقرا مخلا ماجاب الكادويات من المغرب ومن بره الروايه الحويج التوابات مهم مخلا ماجاب ليه سفي علاقتنا هنا يارا زادته لانني وليس مرتو مبقيتش غير عندي علاقة معاه ولا مخاطبني ولا شي حاجه دوزنا ديكلا وطل الصيفية من مراها غندخول السنه الثالثه هنا الرجل كان كي يجري وكي يجاري باش يطلع ليه الهريقات المهم انا دارهم كوت كمشي لها مره 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 علاقتي معهم كاتم زيانه مره 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 اصلا كنت كمشي خفيفة وكي يجري انا قلت لديه مره ثلاثة سواء او اربعة مره مره حتى من عقود سيلي في الول كانت تقلقات كانت بغايتني انني مره مره ولكن الرجل دلها سبب القراءة وقالها احقلا فقريبا لدارهم وهنا يبقيت بزاف وهادي من هدي المهم استيديا شافت عيات وكانت سكسات المهم في الوقت اللي كانت كمشي عندهم مره مره كانت أحد مرت والدهم اللي عايش معاهم ورجلها في اوروبا به صيدي كثيرا وفيما كمشي كالترح بيها المشكلة اللي كان عندما كانت محاها انه هي كان تصمري الهدراء والهدراء وانا اذيك الشي ما عنديش معاها وما كنتم صياني كتأولي ابنيتي ما تسمعي المهد في حد ومات هادري في حد قدام حد قلت لي دخل وصلت وقرها سكنا بوطة عيشين جيد مع ناسك فانا غير كتبغي تجبت معي الموضوع على شي واحد ولا تبغي تهدر مليا على هذيك مرتلوسها اللي ساكنة معها في الدار حيثو مجوج عيالات للويساكنين في نفس الدار كانت صوني على راجلي وهو كعايت لي ديك الساعة وكندر سبب تليفونه انا مشي كنقول لها اني اني صونيت علي كان صوني لي غير برات اولا متلا كن صوني لدارنا ولا كنقول لها بلاتي غمشي الكوزينة المهم كنت 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 تهرب باش ما سمحت شي حاجة حيث كنت كنخاف ان الهذرة اللي تقول لي تخرج وتقول لك احقنت اللي قلتيها ولا اللسان را ما في عدم تبقى تعود ليها نقول لها نص كلمة ما هياش وتمشي تدير فالي الدين الرجلين انا كنت كنقول بعيد عن الشر وغنيله نبعد عليها وعلى مشاكلها حسن ليه ولكن ما عمرني مآديتها واحتهي معمرها ما تصرفت محيا خايب سفيها هذيك الامور تيسرعت بقينا جارين حتى كنا دوزنا الامتحانات وسبحان الله من موردك الوقت بالضبط كانوا خرجوا لي الورايقات سيدي وقتار بالفرحة وحتعنا احمد الله وشكرته انني مخسرتش قرايتي مخسرتش لي مخسرت الوالدية يعني الامور ديالي كاملة سيسرعت سافي كان عياد قال لي غادي تجي وغنتك معايا يعني غنكملوا دوك الاجراعات اللي بقوينة في المغرب وتمشي معايا قلت لي واخا دوز مع وليديها وليديها قالوا لي نديروا لك العرس مدام ان ذاك شي جا في الصيف والعائلة كاملة حاضرة يعني نديروا عرس ونفرحوا بيك وذاك شي سيدي من برصفت لي الفلوس المهم دارنا وهو كبروا بيت كبيرة ديالنفس ماذا نقول لكم شمان تراتور درنا وشمان نقافة درنا وشمان جوق مخلو الوالدية ما داروا لي مهم دوزنا واحد العراسية اللي انا ما عمرني محلم تباحت في ذاك الوقت دي ما كتكنقورة العرس ديالي دوستوا في ذاك الخطابة مكنش كامتادر عندنين ندير الارس من مورا هزني الراجل مشيت انا ويا الوحد لوتيل دست دخلة مزيانة من بعدها غادي نمشي ونقلسوا في دارهم قلسنا في دارهم تقريبا شي سبعتاشر يوم صافي والطيارة كان لوقت ديال الطيارة والراجل كان ساني للكون جاي هديك سبعتاشر يوم اللي قلس في دارهم كانت حالقتي مع كل شي مزيانة مكن عندي لأسطاع السيد راجلي ما كرهش انه يزني على كفوف الراحة ما كرهش انه يبدأي راني بيا كان كيبغيني 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 ودير لي واحد لهيبها مخليحت شي واحد ليهدر واللي يتكلم معايا كنت كنحس براسي انني فرحانة وهذا الراجل هو واللي كنت كنحلم به زيادة مهم علاقتي معاه كانت متالية الاقصى داراجة وخاهت شي ما كانش كيعجب عائلته ولكن ما كان عندهم ميديروا اصلا ما كانش كنقلس معهم بسعف المهم دوزنا ديك اليامات وكنا هزينا راسنا ومشينا في حالتنا كيف وصلنا؟ سيد كان مخلي واحد سيمانة على الخدمة ديالو صافي كان هزني مخلافين داني من المراهة مباشرة كان قيدني بعد اقبل كان داليا البيرمي في المغرب حطل علي الوراق قال لي بزا ما سميشي تسمى وتسوقي ما يكونش عندك مشكيل حينت البيرمي ديالهم شوية صعيب وكيف وصلنا حطينا رجلينا في هذه البلاد ديك الساحة بدك يقلب لي على مدراسة اللغة بحكم ان هذه اللغة ديالهم انا ما قريتها يعني انا كنت عندي الفرنسية والانجليزية هذيك اللغة اللي في هذه البلاد انا ما كنا عارف على احد شي حاجة وخاف الوقت لكننا درنا العقاد ودك الشي بديت كنا نقرأها واحد شوية ولكن ركو ما عارفين القراية شكل والهضرة شكل المهم بدك يقلب لي على فين نقرأ بدك يسيري الأمور ديالي كانك يقول لي شوفي ديري شي تغصص قرأي شي حاجة مهم انا بديس كان بحث وكان شوف راسي من رجلية وكنت فرحانة صراحة الراجل يتزوج به راجل يتحلم به اي وحدة كانك يحترمني وبغي ديالي ينمسق باله وبغي يوقف معايا ماشي من هاداك النوع اللي يجيبك مثلا باش يدير عليك الدكاكة ولا للا مبنية على الحوب على الاحترام على انه بغي يشوفك في احسن بلاسة صافي في هاد الوقت اللي احنا كانت جارة وماش نقادوا الامور ديالنا انا ولي عندي مشكيل فعينيه ولي ادي ما كان حكوم ضررني بزاف وخاصة فاش كندير لك حل اعيت الماما وقلتها ليها ويتقول يا شوفي ابنيتي را تقدري تكوني مثلا شميتي شريحة ما هي عاش ويناتك دار رينك قلت لي عرفت ما تديري يتري شوفي الطبيب يا هاي بقيت كحلع ويناتك را الكحل البلدي را كحيد الا كانت شي الا كانت شي ضرر في العين را كيتحيد المهم بدي سعطيها غير الكحل هادو كليامات كان كحل وكان كحل وكان كحل وكان كحل وشا نقول لكم العينين سافي قتلوني ديال بالصح هزني الراجل فاش عينية ولا وحمرين وغير كيدمعو هزني وبدك يديني للطباق كنا مشينا المرة اللولى طبيب شافني قال هي عندك التهاب ولكن ماشي شي حاجة وصافي كان اعطاني واحد تقطيره واحد البوبادات ودك الشي ومشيت للدار وفعلا وعينية واحد شوية بردوق من هادك الحراك ولكن كانوا حمرين 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 لواحد درجة المهم مدوزناش بزاف تقريبا واحد شهر من مرئينية ملتاهبو بديتها البنات كنحس ان الشوف بدك ينقص بدك ينقص الشوف كينقص الشوف كينقص الشوف لدرجة اني وصلت لواحد المرحلة اذا كنت جالسة واحد شوف ما ممكن تقشح حتى شي حاجة القرب كنشوفه واحد شوية و لكين اللي بعضها طبيب شانية هنا هنا يا دقيت ناقص الخطر وكنت اعرفت انه ركن شي مشكل حقيقي اشنا هو الله وعلم المهم هالزيت راسي وكينداني راجلي نسينا ذكي الساحة القراءة ونسينا كل شي سافي ولي ذكي الساحة كنشوفه يغير في العينين وكل شي كنساق ليه الخبار المشكلة اللي تاري ليه في عينيه كي اللي بقيت فيه وكي اللي تشفى فيه مو كل ما راكم عارفين بنادم كيفاش دير صافية هديك وبقينا كان دوره من الطبيب للطبيب للطبيب راجلي كان هز نقاح من هديك الدولة اللي كنا فيها ومشينا لواحد الدولة اخرى في اوروبانيت كان تم واحد الطبيب للعينين معروف يعني طبيب مزيار مهي مشينا قلب ليه عينيك يقول ليه شي حاجة عضوية ما كيناش عينك عادي هين مفهم طبيب حتى شي حاجة يمكن عندك التهاب يمكن عندك حساسية من شي حاجة مبقيناش عارفين اشنا هو المشكل اللي عندي في عينيه احتى هو قرر جليه عرام ديل الدوايات عرام ديل الدوايات دليا السكانر ما خليت ما درتك هادك شي لكي ديرو الناس درتو عينين غادينا البنات غادينا البنات وكي يمشيوا سافي وليت كان قلسوا الدموع نازلين حمرين حمرين ديرين كيف جغمات ديل الدم تقولي غايت طرقوا وعطينا شتيهم تخلعي دوك العمينات اللي كانوا قدل بلارة ولي صغير مكمشة محطفش كان حلوهم كي حرقوني عدد الدموع عدد الدوم ما بقيتش كان قدر نهائيا نشوف فيه الرؤيا ما نقدرش موصف لكم الحالة النفسية كيفاش كاهرة تخيل انتي الله بدي حياتك يوقع لك هاد الشي كامل مهم تلفتس ما عرفش بالضبط اشنو غادي ندير ولي سعطي اغي البكاوات ربي اللي يعلم بيا اللي احنين اللي رحين في ذاك الدولة اللي مشيت لها انا ولي كان ساكن فيها راجلي ما كنت كان عرف فيه احد شي واحد راجلي هذي كل يامات ولي كان مقابلني هو لي هازني كيجري بيا عن طباب من طباب للطباب 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 مكاينش ما ماتا هي لبست عليها جلابسة وقدر هنا في الطباط المغرب هادوك اللي في التحاليل والسكانيرات والشي كامل اللي درس بره كتدور بيها الطباب كاللي كيقول لها الحساسي يدير هاد الدواء كاللي كيقول لها هاد الحالة ما عمرنا ما شفناها ذا ما كيفاش وحده تكون كتشوف عادي حتما بين الليلة ونهار شوف يبدأ ينقس ليها وكانوا يديروا لي بزاف دي التحاليل دي زعموش هاد شي جينيتيك وش والو البنات يعني ما عندي احد شي مشكل اللي ممكن يسبب لي في هذا الشي ما كينش ما كينش ما كينش شكوف بزاف دي الحاجات ولكن حتى شي حاجة ما اكيدة وبدأ وغيرك يجربوا فيها فأر التجارب المهمة البنات غدين ندوز في هذه البلاد تقريبا شي ثمان شهور حتى النهار اللي درت عن طبك كاملين وطافي انا ديك الساحة ما بقيتش كنقشع كنشوف واحد شوية هادك شي اللي قدامي بالضبط وكيبالي غير الدبابة تخيلي انك تكون هيك تشوفي وعنجحياتك بالطول و بالعرض حتى كتوشي لك النعمة ديال الباصر شي كيقولي يا را عندك عين شي كيقولي يا قوسوء لي انا هادش ما كنش كان اامن بيه المهم دو وزنا ديك الفترات ما ومن بعد تخلى المغرب من هاللي حتينا رجلينا وراجلي وما ما كيدروا بيها عن طبا ما خلوش طبيب في المغرب ممشي ناش عندو كل واحد كيلغي بلغاه وكل واحد كيقول هادرا وكيلي كيصغرب وكيقول يا ما عمرنا ما شفنا هاد الحالة كيفاز زعمحت تعميتي فجأة وعينيك ولو هاكاك وانا اينية فش سافي مبقيتش كنشوف بيهم اه بردو وصفا وما بقىش فيهم هادك شي اللي كان شو واحدين كيقولي احقا ماشي سين عاش في اللوول حنا ما غانا عرفوش المشكيل اللي كاين مهم كل واحد واشنو كيقول خلاصة القول حنا تكلع طيلة لدووصة مع راجلي هنا في المغرب ما مادرت في حتى شي حاجة من غير اني مشيت عن طبا فاش مشيت عند عائلة الراجل ما كانش عجبهم الحال واي واحد ما غاي عجبوش انا كتزوج يعني بقي الله بدي حياتك حتى المره اللي مزوج فيها مشى لها الباصار يعني راه ماشي سهله راه ماشي سهله على البنات راه واحد الاحساس اللي خيب ما نحاوس لكم عليا انا اللي كنت كندير كل شي راسي حتى وليت ابسط الاشياء خاس بنادم يديرهم معايا إلا بغيت نخروج خاست واحد يخرج معايا إلا بغيت غير نتحرك انا ما تزاديتش عمية كان شوف يعني ماكنش معموني مدرس بحساب مثلا بنادم كي ندامج فيش كي كي كوني اني من الصغور ولهذا كي ندامج انا جاري ندماج صعيب وكن فكر ديما بنادم كيفاش كي يشوف فيها ما نقدرش نوصف ليكم ما نقدرش نوصف ليكم لك شريدة زهنية وهي متكرفص ديال بالصح اللي كان محاولني في هذا الوقت وهو راجلي وكان كي يجري ويقول يا شوفي إلا كان الدواء في المرة ينهبطو إلا كان فيما كان زعمية الدواء سيجيبوليك انا نخسر عليك دمجوفي وفعلا نخسر علي فلوس صحيحة ما قديش نكر دوزنا ذاك الفترة في المغرب ومن بعد هزني الراجل ورجعنا في حالتنا كان مرحل فيها الأمور مزيانة انا النفسية ما نقدرش نوصف عليكم ما نقدرش نوصف عليكم ما نقدرش نوصف عليكم اللي بكيتو كان بكيه كان بكيه كانت لم تكن تطبيع لم تكنت من قبل أن أقوم بالوضع من وجود أرجوك رقعتني على زعمية العينا والوقت اللي كانت كنت بكيه وقالت لها عادي لا تعطيت لها وقالت لها تتبع أنا بحكم أني كنت بعيدة فما تتبع واركزت يجب أن تتعامل بسبب عين أو بسبب شيء ومن بعد أن تشاهدت أنها ليست عين المهمة لبنات قلت مع راجلي هذا العام الثاني يوجد شيء فيه متغيرات كنا كل مرة كمشيوا عن الطبيب وهناك المشكلة ترون ديفوات مزعب ديال المشاكي الكاينين المهم راجلي مخلافين جرابية ومم في المغرب حتى لم أحصل فيه سهلات كنا تسول هنا وتسول هنا وتسول هنا وتسول هنا وتسول هنا وأولوها البناء المهم أن يميز مع راجلي في هذه المؤاناة مدة 4 سنين فهذا 4 سنين في العام الأول والعام الثاني كانت الأمور تأمس ولكن في دوا العام الثاني حسيت بحلقة مع راجلي بردات حسيت بها بدكية لأن المسئولة صعبة لي باش أنه هي انسانة لما كانت شوفش راح مشي سهلة رغم شي سهلا نهائيا وخاف هاد البلاد كي اعتوك بزاف الحقوق كي يزو عليك شوية ولكن كيف ممكن الحال كتبقى المسألة خطيرة وصعيبة بزاف والله يحسن لقوان وكنت انا كندير شي زبايل اللي مانقدرش وصفهم ليكم كندخل الكوزينة كان بغين حط الحاجة كنهررسها واخا داس مدة ما بغاش تحفظ ليديك الدار ما عرفتش حتي يمكن انا ما متقبلاش للموضوع بشكل عام ومعنديش استعداد انني انت عايش معاه ماشي كانت عامل انني تعاميت وصافي خاسني تعايش وخاسني تدرب وخاسني اللي لا كنقول دهبا برا تيما عندي ديك الامار المهمة البنات غديدت قريبا تلسنين هنا علاقتي مع راجلات تبردات كتر والخطير في الامر انني ولد كنحس انهو كيغدرني كنقول مسلا قال سحداه كنسمعها كتشرفون كيكتب كنقولو شنو كدير كيقولي اللحقة غير كنتفرج كنقولو فاش كتفرج كيقولي اللارا ديل كتفدني وانا كنسمع هذيك الكلافي كتفد يعني تكتب في واحد نهار كنت انا متكيا هو كنهزرت ومشى السالون نطب لاحظ شوية حتى كنسمعو كيهدر وكنت عرفتو كيهدر مع شي وحدة وانت هدرت معا سيد نكر المهم غني نبقى واحد المدة حتى الواحد نهار غدي جاي عندي وبيصاريح العبارة غدي يقولي يا سمعي ليا بنت الناس انا مكيلاش نكتب عليك وبغيت نجي كنيشان انتي كان بغيك وعزيز عليها ولكن خستك تعذريني انا راجل وعندي احتياجات انا ما يمكنش نبقى في حلاكات طوحياتي شربنا كل شي مشينا عن الطبه ووقفت معك بنت الناس ولكن راه ما بانش لي انكي غديت براي والله وعلم نوعينيك اش نوقع ليهم وانت انا كي عارفة انا قبل ما نزوج بيك دي ما كنت كنقولك بغي الولاد تبا راه ما يمكنكش انك انتيت ولدي حينت انتيت ولدي لغي هزهم انا واش نقابلك ولا نقابل لأولاد ولا نقابل خدمتي المهم سيد بصراح العبارة قال لي خستان تفارقو كل واحد يشطر اخو اللي بكيت وديك انهار بي يعلم بي انا كنت هارفة ان هاد شي غدي يوقع ولكن ما كنتش هارفة انه غيوقع بهذا البساطة المهم يا وابدك يسبر فيها وقال لي يا شوفي انا غنوقف معاك بويتسبقي هنا يا رانقادلك وريقاتك ونيصر لك الامور ديالك كاملا ونرى بلاد القانون وزع ما كني بزاف دل امتيازات بويت يدرج هل مغرب رجح المغرب زي ما شو يدري دك شي اللي مرتاح فيه صافي انا يتم تلفت بيد دنيا زيت تليفون عيط الماما ماما حيطت عليه بتسكت تغوض قلها شوفي انا بانتك صبرت معها لده برجية ربع سنين قلها انتي خصكت عدريني انا راني راجل وحدي بزاف دل احتياجات انا من نهالي تزوش ما عمرني شفت نهار زين من نهالي تزوش وانا كندور عن طبا ما عمرني تشكيت ولا قلت علاش در تقع هاداك الشي اللي كيددار كون غير شي طبيب في هادوك الطبا اعطاني شي امان والله يتم قابعة بنتك حتى الاخر نهار في حياتي ولكن كل شيته واحد ما فهم اشنوا واقع لها كاللي كاي قوينا احقا محقا يقدر يكون شي حاجة جديدة يقدر يكون شي مرد نادر يقدر 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 كاي قوينا شفت حتى عياتي ولقد هدرته بالصح يعني راه راه اي راجل اه في اول العلاقة يعني انتي مازال مدرت يفتح جير ميت حرقا ما غير عجبوش الحال وكي بنواني بزالت الحاجات من غير الدغوطات دي العائلته انا في ذلك الوقت اما مدوث معايا وقالت لي هزيرها تكون رجعين المغريب وانا مع ذلك الفقصة مفكر جوج مرات هزيت شتيتي ورجعت المهم وصل صقب لاتني امامتي سيد اغير حادر الراس اعتذر من الوالدية وقال لهم سبحو لي ولكن ما لقيت ليها جهد انتم ما راكم حارفي القانون هنا انا ما عندي كيفاش ندير انا اختي نزوج انا هادي انا عندي احتياجات انا 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 المهم الاب بريالي كان قال له صافي تلاقيت اخوت فرق اخوت وفعلا بدينا في الاجراءات وكنا نطلقنا انا قلست في المغريب ماشي بسعف ومن بعد قررت اني رجحة مقدرش نهائيا نقلست ما اولا كان عندي مشكل مع الناس كيفاش كيشوفيها انا اللي كنت في البلارة والف وحد يتمنعني الراجل مطلقني واحد الحياة كيشمت فيه كيش تبقي فيه مهم كنا واحد وكيفاش دير من غير الصعوبات اللي واجهت في المغريب كنت حارفة هنا ما غا نقدر لانقرأ ما عندي لحقوق لاحتي شي حاجة النهار اللي والدي يوقع ليه بشي حاجة غلقها في الزمقه حرفيا كيش كله غيهزني بكيش شي واحد غيهزك حياته كاملة وليديك اه شي واحد اخر يكتب عليك الكتاب فكنت هدرت مع ماما وقلت لا انا غادي نرجع لها ديك البلد قلت يا ابنيتي وكي غا تديري مكي غا تديري قلت لا شوفي عمو مرات اما كنت عيشة مهززة مكرمة وعندي ورقاتي مكين لاش نبقى هنا اياه المهم ماما كانت واصلت معها حيث وقال الوقت اللي تريد ترجح على الوقت كانت واصلت معه يا ابابا قالوا لي البنت بغا ترجع قال لي هم مرحبا فعلا كنا وصلنا يصير لي الامور كاملة شاف لي واحد الجمعية مهم قدنا الامور كاملة اه وكنت انا يا رجعت لتماما وبديت عيشة عيشة ما بين المغرب وما بين بره يعني اكثر اياه كان قديه بره قليل هكذا كنجي المغرب والدي يحتهم مرة مرة كانوا يجيوا عندي المهم الامور تي استرعت وبديت كانت عايشة نهار حلا نهار بديت كنحس براسي انني ما عمرني ما غنرجع كيفما كنت وما عمرني ما غنرجع حياتي هنا قررت انني صافي خستني نتعايش خستني نقرأ اللغة ديال للناس اللي ما كيشوفوش اه نتعلم المهم كانت احرفت انا خستني بدأ حياتي من جديد صافي فعلا كنت بصوحة المدرسة بديت كنحاول انني نبدأ معاهم شوية في اللول كان كل شي صعيب ولكن نهار على نهار بديت كنولف وغدوز لبنات واحد المدة تقريبا خمسة اثنين حتى الواحد النهار انا قلت اتغسون علي تليفون جاوبت كل شكون معي قلت له معك فلانا مهم كنت ادرى لبس عليك هذي طاليق تراجع هذي مرت طاليقي مهم كنت ادرى لبس عليك قلت له مرحبا بك كانت تدرز عندي مرة مرة حينت انا من المرة لم اطلقت من راجلي وهذا لانا قد يلي معه ما تقطعاتش كان هناك مرة 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 يجي كيقول لي مثلا كان عندك شيء طبيب وشي حاجة نتيك وخسرها هناك انه من يمكن في لي بالطبيب كي يجي هاك الشي واحد اللي يقومني يديني يوصلني الى كوز غدية المغرب يوصلني الماطار يعني بزاهب للامتياج وهو كان يقول لي مشي مشي لحتاجتيني في شيء حاجة خاصة تقديها شيء حاجة لا يقوليها لي وكان فاش كان يقولها لي مع مرتو كتغير طبعا وذلك شيء كان بعد المرة يجي هو وبعد المرة كتغيرت لي مرتو مرحبا ماشي مشي مشكلة فعلا انا قالسة تدق الباب نطح لي الدخلات السلام السلام قلسات المهمة تدقل قلسات انا كنت اخبرت بقية قلسة ويتقول لي انا قلت لك واحد الحضراء اللي يمكن انا غلطت حتى لا تشريك حالاتي ولكن لا اعرفت يمكن الشيطان ادخل بيناتنا قلت لها ما حب الخاطر انا قلت لها قلت لها ناري ما موصيبك حلاش نواقع او تاني ويتقول لي شوف اختي ما كان ملخبيني لك قلت لها انا فاشت زوج بطالقك قلت لها كنت تدقلس واحد المدة في الدار ديال اغسك قلت لي وفي ذلك الوقت عرفت بزاف ديال الحويج قلت لي اولا انه مرتفلان اللي كان رجل هاك عايش على بره وهي في المغرب قلت لي شرانية وبنطلح حرام وفوق من هاتش حارة قلت لي وفي سمعت القصة ديالك تخلي الشك وقلت لي ربما يكون عندها يد ونقول لا بيبكنش مستحيل هاتش لا علاقة قلت لي انك سمعت بشيء وميك ثغمت عينيها وخمرت لوسها أخرى كانت ديما كانت تقول لي ها شو فيها ديك رمضة سوما تطلح ردارة الفلان تلقات فلان دارة فلان ديما كانت تراشر ديما مهم ديما خدمة هي غير بالسحور قلت لي ولكن تأكدت من هاتش الوقت اللي رجعت عند راجلها وبقات عامين ما كانت تورد شو فعلا انا فجل شابها الراجل انا ما كنت شعارة المشكيل قلت لي انا فجيت قلت لي ما كان عندي حتى مشكيل قلت لي انا عن طبيب ومشا هو عن طبيب حتى وكان بغيح ما قوي من اتقلاء من الشهر والحملة لي قلت لي ما كان عندي ويلو حتى النظار اللي تبعت الرقية قلت لي مرمورها مباشرة حملت قلت لي انا تمك بديس كنقول نجي ونهضر معك وعادتني كنقول ندخل ثقراسي وحد الوقت الشيطان تدخل بيني وبينك وكي قلت لي مشيت عندها ورجع لها لشوف ديالها يقدر الراجل يرجع ليها قلت لي وانايز اما ما كونش بها قلت لي ولكن دابا كان حسب واحد تعني بطامر وقلت لي اللي مكتب لي الله هو اللي كان اختي وجريتي على رأسك ومشيت ومشيت شفتي الرقية الشرعية انا فجقت لي هاد الهضراء ما كده مشي لكم ما تسوقش ليها نهائيا حيث انا فتك الوقت فعلا قلت مشيت ودرت الرقية مره وليجوج عنده واحد السيدة كانت حداينا مبعدش بزاف قلت تكتر الرقية ولكن ملقيت تحسون وما كان حتى شي حاجة قلت اما درتها رمكين والو رأنا عندي مشكل ما شيف حاله هي وقلت كنقول رحتها هي رغير غالطة رغير ممكن مرات راسة بدك تتخرباق وكان رجع كنقول هي اش معاهم يقدروا قعوا بيناتهم المشاكل بسبب دك شي صحرات ليها والله وعلمها لا حسب هادرتها بالحق انا عشن وبيني وبينك السيدة وما بيني وبينها والو وما كان هادر معاها ما كان جمع معاها ما عطيها ووقت ما تشي حاجة تشي حاجة تشي حاجة تشي حاجة مدياش لها الراجل راجلها فقلت وانا فقلت وانا فقلت عما اشنو هو المشكيل اشنو هو المشكيل المهم السيدة قلت قالت هادرتها مشانت في حالاتها انا يا قلست كندور دك الهدرة فراسي حتى الواحد اللحظة كندكر المرود باش كنت كنكحل تخيلوا البنات المرود انا نسيت نسيت هذيك المرود وذيك القريعة اللي كحل ما ماري صيبتوا لي على يديها ولكن المرود والقريعة كانت يليع تسوليها كانت بيشت عندها واحد النهار تصافي خرجوا لينا الوراق وكل شي قبل من العرس في اليومات اللي كنا كنووجدوا العرس كنا مشين عندهم واحد نهار ومدتوا لي وقلت يا راح مشيت للصويرة وخديت ليا واحد وخديت ليا واحد وخديت لك نسية واحد ونا فرحانة جيت للدار وقدرت فيه الكحل وما كانش كان كحل به حتى وصلنا لهيه احد مره 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 بتيش كاتت مشي كاتتش هيدك الكحيلة بلدية لا تسرى الناس لك بخارجة من الحمام تبعي تكمل قناتك اي ما اقول لكم البنات اي ما اقول لكم البنات ما لست سبيا الدنيا ربما قدرت تكون بالصح وكذا يكون عندك مشكية تسقط تقول لي تدقى تدقى تتجه تأكد تمسك في قشة يعني اي حاجة تسمي بها المهم لك ساعية المامة وجيس كنحوت لها ماما مسكينة شحلات فيها الحافظة على هيا صبراتي سنكمل معها كيف تتغوط و تقول لهم ايديك الكافرة بالله لم تفهموا احد شيء حلو الباب عندما دخلت نيشن و تلاحت عليها تنتفوا تعاود و تعاود و تعاود يوم جروا فيها والو و لم تفهموا احد شيء مهم جرواها كنت تقول لها قول لي اغرق اشنوا واقع لم يكن قلت لهم احقشكينا او لا قلت لهم انا انجبوا لي التحقيق هذه زحرة البنتي في المكحلة و المروض ما حلو بعضها شهرات عاينا و احسانون ممنعا للتحقيق قالوا لهم حلو اللي ليصلك و انتكلمت سياحة و قالت لها انا ما بينو بينات ولا او مكحلة ما وهو انا اللي اعطيتها لها قالت لها انت اللي اعطيتها لها و بالأمارة قلت لله شري ثلاثة و احتعتها لها و يتنقذ ذلك اخوة و الأخرى قالت لها انا عقلت انك يجبت لي ولكن لم أقع لي يوالو واما يتكلم له انا انت اللي اذكر وقالوا لي وفعلوا لي مهم ماما في حالة حاصرة وخورة قد كفتت تدخل وقد تخرج في الهادرة وما عرفش عشانو غتقول وقد قلت لها ونعلمش غنسحن لها مهم ماما ما خلاتش لها من المياه وكانت تلخاتها مزيان هزت راسها ورجعت انا مباشرة نحيت عشانية وقدت لها بغت نزلي المغرب نزلت المغربة لبنائت تقريبا عام وسبع شهور وانا كنشري الله يسمح لي فهد النهار يا ربي ولكن ابناه دم فاشك توصل به العظم ما يبقاش عارف اشنه غايتير انا ممتي عارفة ما بينه وما بين الله ولكن هاد بنت الحرام خلتنا ندره شحويج لي ما يداروش ما خليناش هالبنات شنو درناه هزيت هذك المرويد اللي كوسم محتافة بي حتى انا ما كانت عارفة انه هو سبع بي هزيتوا البنات وشبته ما خليت شوافة ما خليت فقههم والي ان الرقية كامية اندنس عندهم الله يسمح لي فهد النهار فاشك تكوني صافي وصله بيك العظم كتولك تقلب على اي حاجة كيف ممكن اللي اسمعناها هادرناها كنجريوه البنات وكنجريوه هذك العالم عالم ثاني في غرورة الحرام مجموعين اشغا نقول لكم اراه كونش يباغي غلية يكون فيك كونش يقول لك عارف كونش يبدح لك احقى المرة طويلة احقى المرة قصيرة احقى داروليك احقى فعلوليك اران فوسخوها اران ديروليها خاصة قدو قدو فاشكي عارفوا ان المشكل صعيب كي يبدو عليك عب ثلاث لف درهم الفين درهم خمسة لف درهم اربح لف درهم فلوس صحيحة المهم جريت وجريت حتى عييد حتى عييد الابنات حتى صافي كنت كنقول ان غرور مبقاش غير يرجع لي للنظر حتى الواحد نتلاقى مع واحد استيدة كندي الرقياء اللي معمرني من ساخرها في حياتي مهم كنت كندي لي الرقياء وهذا الوقت كنت كنمشي وكنجي كنت كنفصة وفلوس كنفصة كنت كنفصة تبعي صورة البقارة والمطر الرقياء هذا الشيء اللي ترجع في عباد الله ترجع في رأسك كنت لحسب المشكل اللي عندك دير الرقياء الرأسك وعطتني الآيات اللي يريدين القراءة وعطتني صورة البقارة قلت لي هذه قلت لي ما كانت قادة انك تقرائها حتى عندي مشكل قلت لي تصنطي لها يوميا وربي شايف فيك ودير الدعاء وقيم الليل وراء علاجك سواء كان سحور سنطي لك وفعلا انا قلت لي وفعلا انا قلت لي أخيتي من المرهد شي كامل وقلت لي يا الله يجد أن يأكل أمرا أخي يحتى هو كان طلع الأوروبا وكل واحد دولة وحدا أخرى وكان شاكرايا مهم كنت بشي سنوية العمراء ما اقول لكم هذه المدة كاملة وانا كنت هسك في السماء وقلت لي قيم الليل كانت كامل وقلت لي عينيه لا يعرفت وقلت غير نتخيل في عامة كاملة وكانت نمشكون وقت وغير موجودة وانا كانت عندي من التعميل تصريحين رؤية وليس كاملة كاملة و قلتا عنيش اخياره و لدينا مذابس وليس للنسبة ليلة الله و لم تكن سويقٍ ليلا و لكن الواقع عنيش مشهده اعطت بسيقاء الفصل ذوي و قلتوني اينكا و سترة او روح ليلة و كانت مستطيل ايضا و كي تخبي صوني كم نوت ندرة ايضا السورة البقرة سنة و سنة و صلية ركعت هنا ونقمس نسبح ونسبح 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 وعلى ثاني نقص نسبح ونسبح ونسبح الدرجة أنها صورة الاعجاب فاخر ويلدك يسمعها كنت أبدأ القرهم بقوة طيبة لم تصنع لها تعطي اليها النظر بدأ بشوية يرجع في الأول مصدر تسعى أنا أسئلت عن طبيب وبدأك يشوف العبارات وأرجو دخل في أن أرحك الحمد للاحظة ما تحمل حسب وكيف تحسن وكيف تتعلم ثم كنت عارفه محتشي حاجة من هذا الشيء. وبقيت في الروتين ديالي. فنزل المغرب ونزل الرقية. فنزل قيم الليل وصورة البقرة والدهاء والأذكار. هذا شيء لا يخطاني. المهم سنبقى حتى الوحد الليلة. أنا هنا أرى سافر النظر ديالي. بدأك تحسين واحد شوية. ونحن كنت فرحة نعتني. لا نشوف البعد. أنا لا أهمني أنني نشوف مزيان. رأيت بغير نقشع. بغير نخرج رأسي. ونحن أمشي معي. هذا شيء ما كانت أقصى أحلامي. المهم أنني في حالة ليلة. كنت نطس. وصلت. ومستطعت قيام الليلة. ونعلمين الناس. لم أعرف هناك رأسي. كنت أرى رأسي قلصة. ورأسي شعري مخبّل. وأن شعري مخبّل. وشي وحده كانت مشتوري. ومعرفت ما تكون. المهم ان شعري فعلا يتخبر وكذلك يتعقد وفاش كنجي باش نترحه وكي يكون صعيب يعني لاخلي توغير كل ثيام ما فكيتوش ارجمي فكوريا كي نشوف اذك الشعر اللي كان هكاك معقود تخيله كتدير لمشطه ها وكيتحل كيتحل حتى وله شعري طويل ومسر سبو هذك شي هاكا دازلو كالعقادي كامل ينتحلو انايا اه مهم حلمت هذه الحلمة الحل اللي غن حل عينيه كي بلي يسقف ما ما كنتش عارفة راسي كان حلم ولا لا حت سنفش كونس كان حلم كان حلم راسي بعض المرأس كان شوف عادي وبعد المرأس كان حلم دوك فالكوابيث ان اني اوراع وطيحة في بير ولا مثلا غادا ومكسبنش لي الحافهم ودوك الاحلام دي ما كان حلم بيهم اه المهم داقي الحل اللي غن حل كي بلي يسقف معرفش رسمي وش كان حلم واللف او لهذا غمطت عينيه اقول لربا ربا المهم غمات عينيه ودادني نعست نعست طبيعي وطبيعي وطبيعي مكان وفي المحرسة اشتركوا عن السKapıا إدمتنا في البلاثة التي تتعلم فيها وقد كان صرفقة فيها وقد كانت صرفق فراسي وقد كان على الرغم متأكد وأخبرتنا مع المال وكعرفتك مع معاه الرغم متأكد كنت أتعلم يعني أنني قليلت تلك كل شيء وقد أصدحت الأشخاص عليها وقد أعتقد أنني ستبقى لكنني أصدقى هكذا لا اتقى الله أنني بدأت هدار معك قلت نحن قرب معي تقريبا هي فقط وقامت باقتين لدى سبعة ساعات و ثمانية ساعات وقامت باقتين وقد أتفعل وأحلها وماما مسكينة معي في التليفون معي طال خويا خلي كل شي و جاي الطير عندي حتوصل عندي للدار انا فشفته ودخل عليها سفي ما عرفتش راسي يعني كي عنك فيها كي عنك فيها كي يقولي يا واش كيتشوفي كي يقولي يا را ما كتحلمي اش راها بالصح انا راني اخوك وانا جيت راها والله ما كتحلمي ما كوش متسيقة وما قدرش نوصف لكم الفرحة ديالي كيفاش كانت وخاف الداخل ديالي كنت 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 نحلم اني اني رجع لي اشوف المهم بقينا اخويا بقى قلس معي وكي حاول ذاك الليلة مقدرش نعس وصلت الوقت اللي كان نوط فيه هنا تسليت وضيت كي يقولي حمد تكيس دير بوشكرت المهم داس ذاك الليلة الغد لها البنات مع الصباح يقلب لي اينيا كي يقولي ما عندك حتا شي حاجة شوريتو ادوك لي غاديو كي يقولي ناد شي ديالك ما فهمتو ما عندك والو عادي اينيك را مزيانين مجدد نزيلت مغرية وكيف انتزلت مع المتار وكيف نزيلت معي وانا راصلت الجنة وانا نرى تلك الماهمة وانا نتزيلت رأيوها اوليك كيف أردت تفاصيل لم يكن سنين ونص اللي تعميت فيها خلية أربع سنين اللولى غير ما بين طلقت وهتشيرت قريبا نقولي واحد سنين ماما ما بقاتش هي ماما اللي كان عرف وجهة تكمش بان فيها الهم والله يحسن لأوان ماما كانت أكتر وحدها الزليا الهم بلوحد دراجة لما كتطعش على البال حيث ملقاش ليه جهد باش نقلس في المغرب أنا ما كنش باغا باشتش عندي ما يمكن ليهاش يعني عندها تايب زئوليات عندها بصفت الأمور مهم ما يمكن ليهاش كي غدير ليه ما لقاتش ليه جهتش حمرة كي تقول ليه لو بنتي يقول ليه نعتك عينيه نعتك عينيه ايش انت هي باقي صغيرة ما لقات ليهاش يجهت المهم وصلة الصدقة اللي ووجدات ما نقدرش نوصفها لكم نسقوا الخبار وما بين هاد الناس عائلت ناسي كان جات عقوس سيئد ماما وقات لنا ننسو لك سؤال واحد واش بنتك زعمة شنو دارت واش دعمة مية في المية السحر حيث يبغت تأكد من مرت والدها وما جاوبتها جاوب واحد قات لها ماما بنتي لم تكن لديها طبيب ودرت عملية بنتي درت الرقية ودرت قيام الليل وخرش اذا كانت كانت مريضة ورب يشعف من حالها راح شعف من حالها وإلا كانت عندها شي سحر ولا شي حاجة راح تفكت وعودت لها الحلمة اللي حلمت وقات لها انايا ما نقدرش نضلمها سيدة بالحق إلا كانت درت لي بنتي شي حاجة انا ما مسابحها لدنيا لاخيرة وكانت عنده يقوسي وقات لها نفس الكلام وقات لها نفس الجواب وقات لها انا ديك السيدة إلا درت لي شي حاجة لمسابحها لدنيا لاخيرة وليما درت لي تطلب منها السماحة ولكن هذا الشي اللي كانت لا تستطيع أن نضلمها وخاء نشكر نوليار في المياه لديش نهائية شكل لناس ما عنديش حيث نفسي نرجع السينتا في القراسي انني كنت بخير وعلى خير حتى النهار اللي غد ينكحل بهذا المرود من سماحة لدي المشاكل يلعين يعني مع مرقب المكان عندي وهذا الكحول كنت ديجام كحلابي يعني الكحول الكحول يعني ديجام كحلابي فتعرنا ماشي اول مرة غنكحل بي لغنقول احقام مشكل في الكحول مشكل في المرود اذا كان والله اعلم ما نقدر الزعمة انايان نحكم انا اليوم جيت نعود لكم قصي ماش نقول لكم ردوا البال ومعمركم تصيقوا بزاف معمركم ما تقولي احقا هذي بنت الوقت احقا هذي مقديرش هاد الشي هاد السيدة اللي كنعود لكم عليها راه في الوقت اللي ديجوش انا راهية كانت عند 22 عام ما شيش وحدة اللي كبيرة بزاف وما كان نقصها حتى شي حاجة كان نقصها العقل ممكن والله وعلم المهم انا كنقول لكم ردوا البال ولماذا نوقع لها شي مشكل ومالقات لي حتى شي حال تشد طريق الله تصلي وطلب صدر بي وقدر قيام الليل وربي دا بيجيب الفراش انا ما امرني ما كنت كنظن ان دوايا سيكون في قيام الليل وفصلة والدعاء حتى النهار اللي رجعت لي العوينات دي ولي وبديت كنشوف فيهم النسبة اللي غي سولني على رجلي اللوال رجلي اللوال منورة مرجع مرجع لي عويناتي وهذا دردر تبوم كان عايط لي وقالي احقا نرجعه اذا بغيتك سمعني يا بلد الناس اللي بناتنا سالة النهار اللي تفارقنا اه انت وقفتي معايا ما غاديش نكذب ودكش ريدرتي ممكن يشلومك عليه والكريبوش نرجع معاك مرة اخرى ممكن وفوق من هات الشي لا نكذبش لكم كان حسنا مرتو عنده واحد الفضل الكبير هذه هي قصية البنات واليوم اتشاركتها معاكم حين تتمنى انت جريبتي ننفع شي واحد يدوز من نفس المشكل اللي كانت تتمنى على انا لغزالة ديالي هنا سالة القصة ديالنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء والتعليق ديالكم صاحبة القصة وما تنسوش من التعليق ديالكم هنا موقع لي الا نقول لكم ما تخيتش بيكم كانت معاكم شهرات اللي كاسح ماكو كاسموت عليكم شكرا اشتركوا في القناة